الاتفاق على سداد الدين بعملة أخرى له عدة صور فإذا كان الاتفاق سابقا فهذا محرم لأنه بيع وشراء عملة بعملة بالآجل وهذا يجب فيه القبض يدا بيد في مجلس العقد وإذا كان الاتفاق بينهما أن يكون السداد بالعملة نفسها لكن عند حلول الأجل اتفقوا أن يكون السداد بعملة أخرى فيجوز بثلاثة شروط الأول أن يكون قضاء الدين بقيمة العملة في نفس يوم السداد الثاني وأن يسلمه المبلغ في المجلس لا بعده الثالث وأن لا يبقى من الدين شيء فيجب أن يسدده كاملا بالعملة الأخرى